موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدياً وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبيئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم دكرنا لحضراتكم في آخر لقاء وإحنا في الحديث عن السنة النبوية المطهرة وكيف كان منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليم الصحابة وفي توجههم وفي الطريقة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عصر النبوة حقا هو عصر التأسيس للأمة الأمة دي اللي هي قادة العالم كله بعد ذلك عصر التأسيس لإن إحنا بنتكلم على إنه هو العصر اللي حفظت فيه السنة لإنها حفرت في نفوس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حفرت في صدورهم لأنهم عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كل ده أثر بدوره في حفظ السنة في النفوس والصدور والسطور لإن الصحابة مش بس كانوا بينقلوا الروايات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها قولا إنما كمان بينقلوا الحاجات اللي شفوها وعاشوا معاها وتعايشوا معها واللي كانوا هم يعني أحد أفراد السائلين أو كل المجموع اللي كان قاعد في مجلس حضرة رسول الله عيساته والسلام يتلقى العلم أو إنه منهم المجموع اللي شافت الوفد اللي داخل على النبي عليه الصلاة والسلام بيسألوا في أشياء والنبي عليه الصلاة والسلام يجاوب نفوس السنة النبوية المطهرة ومازلنا في عرض نماذج من منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في التربية وفي التعليم على منهاج الإسلام الرشيد واللي كان من أبلغ سماته إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الناس على قدر عقولها برضو رعاية المخاطب وإحنا في إطار الحديث دوما عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومدى تأثير هذا المنهج على حفظ السنة المطهرة وده لي شق وبعد مهم جدا في مسألة أيضا تجديد الخطاب الديني لإنه أنا لابد أن أراعي من أخاطب مع من أتكلم المكان اللي بتكلم فيه إمام المسجد غير المتحدث بالإعلام غير أستاذ الجامعة كل مكان له مخاطبين المخاطبين دوليهم طريقة لهم قدر ثقافي معين لما أجي أتكلم معاهم أتكلم معاهم مع رعاية هذا القدر الثقافي الذي هم عليه مش مجرد أنه عندي كم من المعلومات ألقي به كده من غير إدراك واعي بالبيئة اللي أنا بخاطب فيها الناس اللي أنا بكلمهم سواء أنا كنت أستاذ بالجامعة أعلم طلبة علم أو أستاذ بالجامعة أعلم طلبة متخصصين درجوا وسلكوا المدارج العلمية الموجودة والدرجات العلمية الموجودة ولا أنا إمام وخطيب بوعز أو بكلم المخاطبين في المسجد رعاية المخاطب جزء مهم جدا وخطير جدا في التعليم وفي التوجيه في مسألة الخطاب الديني وكذلك في حفر العلم في نفوس الناس وده كان من أهم سمات المنهج النبوي الكريم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الناس على قدر عقولهم هذا رجل جاءه من بني فزارة كما يروي لنا أبو هريرة فقال لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته يعني شاف إنه المولود اللي تولد كان أصمر شوية شديد السمار وهو شايف يعني إزاي هو يجيب طفل بهذا اللون فبيقول للنبي أنكرته فقال له النبي عيسى عطوى السلام وشوف بقى طريقة سؤال النبي عيسى عطوى السلام عشان ياخد منه إجابة وبيسألوا عن شيء حيدرب من خلاله المثل عشان يوضح المعلومة بمنتهى الهدوء والسلاسة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له هل لك من إبل؟ تمتلك إبل؟ فقال نعم يا رسول الله فسألوا النبي عيسى عطوى السلام فما ألوانها؟ دي ألوانها إيه الإبل اللي عندك بتاعتك دي؟ قال الرجل الأعرابي حمر وهو النبي بيدرب له مثل من البيئة بتاعته إنت عندك إبل قال له آه ما ألوانها فقال الرجل الأعرابي حمر يا رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها أورق؟ الأورق اللي هو الغامئ قال إن فيها الأورقة قال فأنا أتها ذلك طب إزاي يعني الإبل بتاعتك اللون الغالب عليها أنهم حمر وبعدين يجي فيهم الأسود أو الغامئ اللون غامئ الأورق إزاي يعني؟ وإنت قبلت يعني هو بيقول السائل بيسأله النبي عليه الصلاة والسلام فبيقول له النبي متعجبا فأنا أتها ذلك منين بقى أنك تجد في مجموعة الإبل الحمر دول واحد لونه غامئ؟ إبل أو ناقة غمئة؟ فقال الرجل الأعرابي قال عسى أن يكون نزعة عرق في نزعة عرق من يعني عايز يقول إنه من النسل بتاعها القديم اللي هي بنسميها دلوقتي الجينات الوراثية جالها عرق قديم أوي فظهرت على هذه النقل قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عسى أن يكون نزعة عرق يعني المولود اللي جالك وانت عشان كان أصمر أوي وأسود فانت أنكرته فلعله نزعة عرق برضه اللي هي زي ما بنقول لحضراتكم الجينات الوراثية إنه يبقى فيه جين وراثي بصفة معينة ولكن في أصل قديم جدود قديمة أوي وبعدين يظهر يأتي بهذه الجينات أو تظهر بعض صفات هذه الجينات الوراثية على الجيل الحديث رغم أن هي ممتدة في الأصل النسب من قديم فشوفوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر هذا الرجل أنه يولد له صبي أسود أو أصمر بهذا اللون وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يدير معاه حوار وبعدين يوصل معاه أنه هذا الأمر كده وكده فتبتدي تشوف إزاي أفهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل هذا الأمر من واقع البيئة بتاعته ومن المفردات اللي هو عارف عشان يدفع عن نفسه القلق والوساوس ويفهم ذلك السائل تلك المسألة ويدفع عنه هذا الإنكار الذي ألم بقلبه ده من منهج النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم ضرب المثال وفي نفس الوقت الهدوء وفي نفس الوقت التفصيل يعني ياخده يدي مع اللي بيسأله ومش على طول بيجري لا واهتمامه بالسؤال وإقامة هذا الحوار كل ده بيحفر في نفوس الصحابة اللي تعلموه من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصعب جدا هذا الصحابي ينسى هذا الكلام وده البيئة درجة على الحفظ وعلى التعلم وعلى التلقي وما فيش الشواغل اللي زي في الحياة المعاصرة صحراء وحياة بسيطة وبيتلقوا الوحي غضى وفي نفس الوقت نموذج القدوة متمثل بين أيديهم حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا عن عليهم شيء أو أشكل عليهم شيئا يروحوا على طول حضرة رسول الله عيسى والسلام يسأله في صفاء للتلقي والحفظ ما هو اختيار هذا الزمان برضو له حكمة ربانية غير الحياة الصخبة بتاعتنا الواحد ياخد وقت عبا لما يحفظ شيء أو يتعلم شيء هناك كان صفاء ذهني شديد واشتهرة به العرب ومن منهج النبي عليه الصلاة والسلام الكريم اللي كان يساعد الصحابة على يسر حفظ السنة عشان اللي بينكره السنة وده ثابت انه النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثة لكي يفهم مش يقول الكلمة ويسكت لا إذا تكلم تكلم ثلاثا حتى يفهم وإذا تكلم تكلم فصلا يعني يشرح ويبين وعن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يسردوا الكلام كسردكم هي بتوصف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي يتكلم تحب تسمع كلامه صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يتكلم ثلاث مرات وإذا تكلم الثلاث مرات يشرحهم ويفصلهم ويبينهم ولا يتكلم مثلنا ولكن كان إذا تكلم بكلام فصل شوف هي بتقول إيه أمنا سيدة عائشة يحفظه من سمعه يحفظه من سمعه ليه؟ لأنه بيكلم بالراحة وفي نفس الوقت يعيد الكلام وفي نفس الوقت ما يجاوز أو لا يجاوز هذا الكلام حتى يكون بينه أو يشرحه جدا وفصله تفصيله وفي رواية أخرى كانت بتقول إنما كان نبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العد لا أحصاه يعني لو أنت يبتوصف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام يعني في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقة النبي في الكلام عموما لما يتكلم من كتر ما بيكلم بهدوء وتؤدى وطمأنينة في الكلام اللي بيسمعه يقدر يعد الكلام من كتر هدوء النبي عليه الصلاة والسلام واطمأنانه وسكينته في سرده لكلامه صلى الله عليه وسلم فكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو بيعيد الكلام ويكرر الكلام على السامعين ما هو معلم وده منهج نبوي كريم في تعليم العلم اللي هو كان الوحي الشريف يكرر على السامعين حتى يدركوه جميعا اللي حفظه سريع لقط اللي حفظه نص ونص حيلقط ما لقطش المرة الأولى في القاء الخطاب حيبتدي يلقطها في المرة التانية ما كانتش في المرة التانية حيلقط في المرة التالت لذلك كان يعيد يكرر ومن هنا تعلم أهل العلم إنكش تقول المرة وبس تقول وتجيبها بطريقة تانية وتجيبها بطريقة تالتة وتوضح وتبين عشان مش كل اللي بيسمعوك على مستوى واحد في الاستماع والتلقي فكان يكرر عشان يدركه الجميع فلا يفوت أحدهم لا بعض كلامه صلى الله عليه وسلم وعن سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة شو بقى جات لك من رواية تانية أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه يعني الغرض إنه زي ما ستين عائشة قالت حتى يحفظه ومن سمعه وبتحط جنبها كمان مش الحفظ كمان بس وحتى تفهم عنه يبقى اللي وضحته لنا أمينا السيدة عائشة رضي الله عنها حتى يتمكن الحفظه في الصدور واللي قاله لنا سيدنا أنس رضي الله عنه حتى تفهم عنه يبقى هو بيلقي بالوحي بيلقي بالحديث سواء بالقرآن سواء بالسنة دي طريقة النبي ده منهج النبي عليه الصلاة والسلام إنه بالراحة إنه يعيد إنه يكرر ثلاث مرات حتى يسمعه حتى يحفظه من سمعه يحفظه هذا الكلام من سمعه وجمع أخبرت أمنا السيدة عائشة وحتى تفهم عنه عشان كمان اللي بيسمعه يفهم وتكملت الرواية لسيدنا أنس بول وإذا أتى على قوم فسلم سلم ثلاثا هو بيتكلم هنا بيقصد أداب الاستئدان عند الدخول على الناس إنك بتخبط ثلاث مرات أو بتقف في مكان مثلا تكون أنت في مستتر وبعدين تستأذن تسلم عليهم وتستأذن ثلاث مرات دي من أداب الاستئدان الواردة في الشريعة الغراء إحنا بنفهم من بعض هذه النمازج إنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيبين للناس الأحكام بصورة جيدة جدا غاية في الدقة غاية في الإحكام والحرص على وصول المعلومة تماما فيعين اللي بيسمعه أنه يحفظ ويعين اللي بيسمعه أنه يفهم حتى إنه لا يبقى لسامع سؤال ولا لساء المشكل يقف عنده في حديثه صلى الله عليه وسلم وقلنا قبل كده حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب السائل بأكتر مما سأله وبأكتر من أسلوبه وبأكتر من طريقة عشان لو لم يفهم السائل سؤاله من إجابة واحدة من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يفهم بالطريقة الثانية أو الثالثة الحقيقة منهج النبوة في التعليم والتربية والتوجيه كله كان يتغيى فيه ويسعى فيه صلى الله عليه وسلم إلى التيسير في جميع الأمور وكان في منهج النبي عيسى صلى الله عليه وسلم دايما بينهى عن التشديد والتعقيد يريد بمنهجه الميسر اللي مأمور به صلى الله عليه وسلم يريد من المسلمين أنهما زي أنهما يأتوا ويأخذوا بالرخص اللي ربنا عملها لهم وأباحها لهم كما يأتون العزائم وينهى صلى الله عليه وسلم عن التنطع في العبادة الناس تديق على نفسها وتشدد على نفسها ولذلك لما كان بيجد نمازج فيها تشدد أو تضييق أو تنطع كان ينهى عن ذلك بشدة على طول صلى الله عليه وسلم فكان ينهى عن التضييق في الأحكام وصدق الله تعالى إذ بشر نبيه الكريم ونيسرك لليسرى سدن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الله قال له ونيسرك لليسرى فإذا هو صلى الله عليه وسلم ناطق بلسان الشريعة اللي كلها سماحة وكلها يسر وكمان بيدعو إليها الأحكام كلها يسر وسلاسة ما فيهاش صعوبة وفي نفس الوقت هو يدعو حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إليه تيسير دائما عشان يكون دا منهج حياة عام وشامل والتجديد دا مش مطلب شرعي بالعكس الفضيلة وسط زي ما بنذكر حضرتكم دائما وكما تعلمنا أن الفضيلة وسط بين طرفين كلاهما رضيلا لا عايزين إفراط ولا تفريط والوسطية سمت هذه الأمة الكريمة وتعالى شوف رواية سيدنا اللي رواهلنا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الصحاب ويوجههم وبالذات اللي كانوا منهم معلمين ولو إن النبي عليه الصلاة والسلام وجه الرسالة دي للجميع وقال علموا ويسروا علموا ويسروا إن إحنا أمة علم علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت فدي توجهات بتأسس في عهد النبوة الشريف وفي زمن النبوة الشريف إلى المنهج العلمي اللي ضروري أهل العلم يسلكوه علموا ولا تعسروا علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت ده منهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وضع في زمن النبوة واكتهد الصحابة في تنفيذه وبالتالي ظهرت السمرات بتاعته بعد في الزمن الأول زمن النبوة وبعد كده القرن الأول والتاني والتالت وبدأ يسمر ويسمر خيرات كثيرة فمن الظلم والبغي إن إحنا نقول لا ده كل ده وضع في القرن التاني ولا في القرن التالي كلام فاضي كل وضع في زمن النبوة كيف ذلك والوحي ينزل بين أيديهم يبلغهم به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبما إن النبي عليه الصلاة والسلام رسول مرسل صاحب رسالة فهو قدوة المسلمين في كل شيء وقدوة المسلمين دي اللي هم الصحابة الكرام رجالا ونساء شايفين القدوة الحية دي قدام يعنيه اللي هي سنة النبي العملية ومنها مثلا إنه لحظوا الصحابة إنه النبي لما يجوا يخيروا بين أمرين ما يخترش الحاجة اللي فيها تشدد فيقولوا إنه ما ورد في صفة حالي صلى الله عليه وسلم من سنته الفعلية أنه ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إسما فإن كان إسما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها دي كانت مرأبة الصحابة لأحوال حضرة النبي عيسى والسلام وتسجيلها وحفظها في صدورهم وصطورهم للكتب منهم وإذا احنا تتبعنا سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام يتجلى لنا حلم النبي عليه الصلاة والسلام طارة حب النبي لأمته طارة غضب للحق حينا نهيه عن التعقيد في الأمور أحيانا وأشياء كثيرة زي مثلا ما رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيوصف حال موقف حدث كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم دي حفظها الصحابة ودونوها رجالا ونساء الذين قاموا برواية الحديث عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تعلموا في مدرسة النبوة كيف بهم يهملوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف موقف حصل قدامهم وسبنا أبو هريرة رضي الله عنه شاف الموقف مع الصحابة اللي شافوا الموقف ده في المسجد وشاف تصرف النبي مع هذا الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وبعدين رح صلى ركعتين وبعدين على قد فهمه يعني رح أيل إيه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لقد تحجرت واسعة أنت ديأت أمر واسع يعني صحح له النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة لينهينة هذا كان منهجه وهذه كانت يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأسلوب رسول الله عليه الصلاة والسلام في التعليم وفي التوبيه حتى لمن أخطأ ثم نفس راجل الأعرابي ده لم يلبث إلا إنه بال في المسجد فأسرع الناس إليه خلاص أنت بتعمل إيه رابل بيتبول في المسجد فقال لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعني هوينوا بقى كده على نفسكم أنت أمة ميزة عن الأمة التي سبقتها بإيه بالتيسير فقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماء خلاص كبوا عليه شوية مية وحيبتدي بقى نبي يعلم هذا الأعرابي اللي بيتعامل على قدر فاهمي وعلى قدر الثقافة اللي هو أتى منها وشوف هدوء النبي عليه الصلاة والسلام كيف للصحابة ينسوا موقف زيد الأعرابي دل داخل وبيدعي بدعائي وميصحح له النبي صيغة الدعاء وفي نفس الوقت تصرفه كان غير لائق على قد فاهمي فالنبي يهدي الصحابة ويقول لهم اتعاملوا معاه ببساطة وإنتوا بعثتم يعني ميسرين ولم تبعثوا معسرين وبعدين كبوا شوية مية على اللي عملوا ده وبعدين يتم توجيه الرجل بهدوء ويتم تعليمه بطريقة فيها تؤدة وفيها نوع من رعاية مستوى الثقافي اللي جاي منه ده أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة التعليم والتوجيه التيسير ده والتوجيه لده إزاي الصحابة هينسوا ده كيف بالصحابة يهملون هذا العلم طريقة النبي دي مدرسة عظمة ده النبي عليه الصلاة والسلام منهج نبوي عظيم لللي عايز يعلم الأجيال اللي جاية هذا المنهج النبوي الشريف الحليم الميسر المبسط في التوجيه والتعليم المنهج ده بالطريقة الليّنة الهيّنة دي ساهم في تمكين السنة بأنواعها التلاتة القولية والفعلية والتقريرية في نفوس الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه زي ما قلنا سواء كانت هذه السنة ما قاله النبي عيسى صلوت والسلام أو اللي كان بيعمله النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيلحظه السحابة لأنهم كانوا مركزين أويه في التلقي تلقي الوحي من حضرة رسول الله عيسى صلوت والسلام سواء فيما كان يقول أوه في اللي كان النّ restrictions بيعمله اللي هم سنته الفعلية أو التقريرية أين يشوف حاجة وبعدين لم يعلمها لمن قام بها لكن أقر الحاجة اللي هو عملها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي كريم لأن ده منهج كمان نبوي كريم أسلوبه بيفيد رحمة بالسائلين بيفيد حكمة في التوجيه والتربية والتعليم أسلوب مفهوش شدة تنفر السائلين ولا غضب يخيفهم فلا يأتون إليه ولا يسألون بالعكس يأتون إلى النبي عصة والسلام ده كمان لو قبلوا النبي في الطرقات يستوقفوا ثم يسألوه بأريحية وبهدوء تلقي دائم للعلم النبوي الشريف كيف بعد هذا التلقي وحرص الصحابة الكرام على إنهم يتلقوا هذه الأنوار إنهم يهملوها أو يهملوا حفظها سواء في الصدور أو في الصطور إنما طريقة النبي عليه الصلاة والسلام دي اللي كلها تيسير وحلم وهدوء والتذكير والتوجيه بين الحين والحين بالرفق واللين والمرحمة المنهج ده منهج النبي عليه الصلاة والسلام الشريف وهدي النبي عليه الصلاة والسلام منهج متوافق مع الطبيعة البشرية اللي ربنا فطر الناس عليه فلم يخاطب الناس بما يصعب على العقول يعني فهمه أو يشق على النفوس تنفيذه إنما صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس بما يستطيعون ولا يكلفهم شيء يشق على قلوبهم أو على نفوسهم ولما لا وسدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهدى وقد قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة صدق الله فأنت بتقولي أنا يعني ببركة مقام سدنا النبي أو ببركة سدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت بتتوسلي بده وبتصلي وتسلمي عليه وما بالك بقى بالبركات اللي بتنزل على من يقول ذلك هو بركة هو بركة بركة عظيمة صلى الله عليه وسلم لما بتصلي الفجر بتقول لازم تكون على طهارة عشان تاخد لما تعب تذكر الله تاخد أجر حجة وعمرة ده السؤال التالت ستم ومصطفى عشان تاخد أجر حجة وعمرة تامة 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 كما أخبر النبي هل هي الصلاة والسلام يفضل إنك تكوني على وضو أنت صليت الفجر خلاص وذكرت وكده وانت في أثناء الزكر ده بيفضل تكوني على طهارة يعني على وضوء تمكنتي تبقي كده تمكنتيش وقاتي تذكري وتقرأين ما فيش أي مشكلة الأذكار بتاعتك والقرآن أو أي شيء تقرأين من الجهاز اللوحي من محمول أو حاجة برضو ما فيش أو من الحافظة بتاعتك لغاية لما بيطلع بتشرق الشمس بعد تلت ساعة من وقت الشروق وقت توضي بقى عشان تصلي ركعتين الضحة وناس الله سبحانه وتعالى القبول بالنسبة لأمر بتسأل معانا وقت ولا طيب انت بتقولي انت تم لغتسال وبعد كده نزلت الدورة تاني في أيام الإمكان يعني بنقول عليها في أيام وقت الدورة فبنعتبر ان اللاحق اللي بييجي بعد الدورة في أيامها منها فيبقى عليكي قضاء اليوم ده بالصيام تاني يا أمر لان هي كده ما كانتش خلصت ده انها فيه زمن الإمكان يا أمر بالنسبة لسؤال القطة اللي انت يعني أعدت عليها بالقاء ده خطأ استغفري وتوبي ونخلي بالنا لما نكون بن ربي حيوان نبقى مدركين ان معانا كائن حي في البيت استغفري أكتري من الاستغفار والتوبة وقال ربك مدعوني أستجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وصلي وسلم عليه في الآخرين وصلي وسلم عليه يا مولانا في كل وقت وحين اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحين أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينة نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفاك واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسبول علي وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيل في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخر اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم اسكر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين نستودعكم عناية الرحمن الرحمن اشتركوا في القناة